طالب المكتب والولائي لحزبي التجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر العاصمة طالب أمينه العام أحمد ويحيا بالرحيل فوراً فيما تقرر توقيف عضويته اعتباراً من يوم أمس واجتمع المكتب الولائي الموسع لولاية الجزائر بحضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأمناء المكاتب البلدية للتجمع الوطني الديمقراطي تحت إشراف عضو المكتب الوطني الأمين الولائي للجزائر شهاب صديق ودع أعضاء الحزب على مستوى العاصمة دعوا أحمد ويحيا لتحمل مسؤوليته الأخلاقية اتجاه الحزب عن طريق الانسحاب من الأمانة العامة للحزب ترجمة نانسي قنقر